افتتح في تعز المعرض التسويقي للمرأة المنتجة ويتضمن العديد من المنتجات محلية الصنع الذي يهدف لدعم وإبراز المنتجات المحلية كفاح من أجل البقاء يحمل قوت أسر شردتها الحرب وجعلت من المرأة عائلا يقف في وجه معاناة رامت بالعديد في مستنقع الفقر والتي حاولت العديد من النساء إزاحته بصناعة منتجات محلية عرضتها في معرض حمل العديد من منتجاتها المحلية بالفترة الأولى قطعت الرواتب والنزوح وخرقنا بيوتنا كان لازم ندفع إيقارات ولازم مدارس وقامعات ومصاريف الأولاد فحبنا نتطور من دخلنا وهذه الأشياء تساعدني تدر علينا داخل ولو حيني حتى قليل بس أفضل ما فيش الوضع الحالي هو اللي خلنا نخرج عنه وضعنا هو الحرب اللي موجودة بالمدينة تعز والأزمة طبعا ونقص الرواتب مش موجودة هذا اللي خلتنا نحن نضطر نخرج الفقر كمان السبب الرئيسي تحاول المرأة في تعز الوقوف في وجه المعاناة والهروب من عادات وتقاليد وقفت عائقا أمام أحلام دفنت في جوف نساء يمتلكن أفكار إبداعية أخرجتها معاناة البحث عن قوت النئيق أسرهن الجوع والذي يحمل إنتاجا محليا يحتاج الاهتمام الذي سيقسد دور المرأة بالإنتاج وعالة أسرهن قمنا بعمل أشغال تساعدنا على تقاوز آثار الحرب فاشتغلنا بالأشغال اليدوية لكنني حبيت أنني أتخصص بالأشغال التراثية كل ما يتعلق بالتراث اليمني بشكل عام والتعزي بشكل خاص لكي نساعد أنفسنا وأيضا للتغلب على آثار الحرب السلبية النفسية فالحمد لله وقدنا إقبال والله إذا في معانا دعم ممكننا نجز أكثر من كذا نقوم بعمل أفضل نقوم بحاجة كبيرة ولكن حاجة نعمل على قدرنا حاجة الموجودة اللي معانا نعمله يتضمن المعرب العديد من المنتجات المصنوعة بأيدي نساء يكافحن من أجل البقاء بأشياء بسيطة أزاحت عنهم جزءا من الألم يحتاج إلى إمكانيات كبيرة إن توفرت سيزوح الفقر عن العديد من الأسر